موسيقى الحصاد من قناة الغد هنا في القاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعنوين خبيرتان أمميتان تقولان إن العملية الإسرائيلية في جنين قد ترقى إلى جريمة حرب تدهر الحالة الصحية لهانبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل مع استمرار إضرابه عن الطعام في سجون لبنان موسيقى مصادر تكشف للغد انضمام أكثر من أربعين ألف متطوع لمعسكرات تدريب الجيش السوداني موسيقى التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية هذا الأسبوع يمكن للوهلة الأولى أن ترقى إلى جرائم حرب وأشارت الخبيرتان إلى أن هذه الهجمات هي الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين في ألفين واثنين كما أكدت الخبيرتان أن عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة والتي تقتل وتلحق أذى جسديا بالغا في صفوف سكانها وتدمر منازلهم وبناهم التحتية وتهجر عشوائيا ألاف الأشخاص تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وبحسب الخبيرتين لم تكن الهجمات الإسرائيلية مبررة بنظر القانون الدولي وقد شكلت عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني ومع انتهاء العدوان الإسرائيلي وبتشيع جثمين 12 شهيدا فلسطينيا بدأ الفلسطينيون في حصر الخسائر المادية التي خلفها هذا العدوان على مدار يومين في مدينة جنين ومخيمها وما لحق به من أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين وتجريف طرق رئيسية مؤدية إلى المخيم انسحاب إسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان استمر يومين يعتبر ثلث عدوان كبير على المدينة في أقل من سبعة أشهر لكنه في غضون يومين مارس أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل من إذلال وأجبار على ترك منازلهم واعتقالات لأطفال وتدمير متعمد للبنية التحتية وبيوت المدنيين انسحاب وصفه الاحتلال بالعسكري التكتيكي لكن وبحسب قراءة المحللين فهو انسحاب ناتج عن فشل تحقيق الأهداف التي دخلوا لتنفيذها مضطرهم للانسحاب تاركين خلفهم شهداء ومصابين ونازحين ودمارا كبيرا وبعد خروج قوات الاحتلال من جنين انشغل الناس إما بدفن شهدائهم أو نقل مصابهم لمستشفيات أخرى وهناك من عاد لتفقد الأضرار التي خلفها العدوان فيما بدأ الذين نزحوا عن بيوتهم بالعودة وتفقد خسائرهم وفي هذا الصدد كشف نائب محافظة جنين أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي ألحق أضرارا بـ 80% من منازل المخيم الذي يتكون من نحو ألف عقار بين شقة وبيت مستقل بين تدمير كلي وجزئي وحرق وتخريب ممتلكات وإطلافها وأكد المسؤول الفلسطيني أن العدوان تسبب بتدمير عشرات المركبات بشكل كامل وأخرى بشكل جزئي مضيفا أن غالبية شوارع المخيم تضررت هي الأخرى وأن الاحتلال استهدف شبكات المياه والكهرباء والهواتف الأرضية والصرف الصحي كما تسبب العدوان بتعطل أربعة عشر ألف منشأة وبيّن نائب محافظ جنين أن مؤسسات المحافظة بدأت بعملية إعادة تأهيل الشوارع وإصلاح ما يمكن إصلاحه لتسير حياة المدنيين مشددا على أنه سيتم ملاحقا إحصاء آثار الدمار بشكل كامل بدورها أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطيني أن عدوان الاحتلال خلال يومين على جنين ومخيمها ضاعف الخسائر الاقتصادية وأشارت إلى أن الاحتلال تعمد تدمير الخطوط الرئيسية لشبكات المياه والكهرباء وتجريف الطرق والأراضي الزراعية واستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ وبحسب الوزارة فإن اقتصاد المحافظة يخسر ما يزيد على ثمانية ملايين دولار أسبوعيا في حال استمر العدوان الإسرائيلي وأكثر من ذلك من جانبه وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ألنهيان الجهات المختصة الإماراتية بتلبية احتياجات مخيم جنين ووجه شامي أشامي القيادي في حركة فتح في جنين الشكرة لشيخ محمد بن زايد مشيرا إلى بدء العمل لحصر الأضرار الناجمة عن عدوان الاحتلال تمهيدا لإعادة إعمار المخيم يعني صحيح أولا اليوم انتهينا من تشييع جثمين الشهداء الذين يساقطوا خلال معركة مخيم جنين الرحمة للشهداء والشفاء للجرحة الآن يجب أو علينا البدء في العمل من أجل إعمار مخيم جنين لأن هناك ضمار كبير حل في مخيم جنين سواء كان بالبنية التحدية شبكة للكهرباء المياه وهناك كثير من البيوت تمت هدمها ومساجد تم هدمها خلال 36 ساعة التي مضت نحن في مخيم جنين هناك راح يكون لجان كما كان سابقا في عام 2002 تم تشكيل لجنة طوارئ برئاسة الوزير السابق وعض مجلس تشريع السابق فخر توركمان وهذه اللجنة كانت كافة المساعدات المحلية والخارجية تأتي لمخيم جنين عبر لجنة الطوارئ وبهذه المناسبة أحب أن أذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2002 قامت بتقديم 25 مليون دولار لبناء مخيم جنين وفعلا تم بناء تقريبا 500 منزل هدم كامل وشراء قطعة أرض وبناء المنازل المهدمة هدم كامل وأكثر من 1200 بيت جزئي وتم بناء أربع مؤسسات مسجد مخيم الكبير ونادي مخيم جنين والمركز النسوي والمدرسة بنات مخيم جنين والمناء التحتية نحن بهذه المناسبة نترحم على الشيخ زايد ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي صار أو خطأ على درب والده المخفور له الشيخ زايد وأعلن أنه لن يتخلى عن فلسطين لن يتخلى عن جنين ولا عن مخيم جنين وأبلغونا رسميا بالعمل من أجل الحصر البدء في حصر الأضرار ما خلفه الاحتلال في مخيم جنين من أجل تقديم المساعدة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء ما دمروا الاحتلال فبهذه المناسبة نشكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونترحم على والده الذي كان صديق حميم للشهيد ياصر عرفات نترحم على الشهيد ياصر عرفات نترحم على الشيخ زايد ونقدم الشكر للشيخ محمد بن زايد على توجيهاته بالعمل الفوري من أجل تقديم المساعدات سواء مساعدات أعلن عنها مساعدات طارئة للبيوت والمواطنين أو الأهالي التي تمت ضررهم والعمل سنبدأ العمل في حصر الأضرار كافة ورفحها من أجل تقديم كل ما يلزم لأهلنا في مخيم جنين كل الشكر لهم وكل الشكر لكل من يقدم الدعم والمساعدة لشعب الفلسطين ينضم إلينا من غزة دكتور سوفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني الأسبق أهلا بك معنا على شاشة الغد دكتور أبو زايدة لو تكلمنا عن الاعتداءات والانتهاكات التي قامت بها إسرائيل وترقى إلى مرتبة جرائم الحرب في جنين يعني الصور البشعة التي تم نقلها عبر كاميرات الغد والكاميرات الفضائيات الأخرى هي تتحدث عن نفسها تتحدث عن حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال من تدمير شبه كامل للبنية التحتية تدمير البيوت وتدمير المؤسسات هذا أمر لا يمكن أن يتم التعامل معه إلا في سياق جرائم حرب ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين وفي المخيمات الأخرى عدا عن عدد الشهداء الذي تجاوز العشرة شهداء 12 شهيد بما في ذلك ابن أخ الأخ شام الشام الذي تحدث قبل قليل على شاشتكم الذي استشد ابن أخيه وأصيب ابنه الذي ما زال يرقد في المستشفى للعلاج لكن في تقديرك دكتور أبو زايدة إن كانت الصور توثق هذه الجرائم الحرب ولا تحتاج لأي إثبتات أخرى لماذا ما تزال هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة توضع من قبل بعض الأطراف الدولية في إطار حق الدفاع عن النفس لإسرائيل هذا النفاق الدولي هذا النفاق الدولي وبالتحديد النفاق الأمريكي التي يرى بعين واحدة فقط يرى المصلحة الإسرائيلية عندما يقتل مستوطن أو يجرح مستوطن تقوم الدنيا ولا تقعد من شجب واستنكار ويدانة ومطالبة للجهات الفلسطينية إلى آخره وعندما يقتل 12 فلسطيني ويدمر مخيم كامل تقول أن هذا دفاع عن النفس يأتي في سياق الدفاع عن النفس وأن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها هذا هو النفاق ولكن الشعب الفلسطيني لا يستغرب من هذه المواقف التي عانى منها طوال العشرات السنين الماضية وهو يتحمل هذا الظلم ويتحمل هذا الإجحاف بحق هذا الشعب الفلسطيني ولكن دعني أن أقول لك أن بهذه المناسبة أن القرار الإماراتي قرار الرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد بتوفير كل ما يحتاج المخيم من خلال الأنروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ووفقا للخطة التي تضعها لإعادة إعمار المخيم وتقديم كل ما يلزم هذا قرار يحترم قرار يحترم الشعب الفلسطيني قرار يقدر الشعب الفلسطيني وهو ليس غريب على دولة الإمارات وعلى الشيخ محمد بن زايد ولم يكن غريبا أيضا على الشيخ الشيخ زايد النهيان رحمه الله عندما عندما تم تدمير المخيم قبل عشرين عام واحد وعشرين عام في الفين واثنين وحينها بقرار من الشيخ زايد رحمه الله تم توفير كل ما يحتاجه المخيم أيضا من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وبإشراف الهلال الأحمر الإماراتي والتي تحدث عنها أخي شام الشامي قبل قليل على شاشتكم من خلال إعادة بناء البيوت وتقديم المساعدات وبناء مؤسسات وإلى آخره مما يلزم لعادة الحياة إلى هذه المخيم نعم هذا بشكل عام دكتور أبو زايد هذا بشكل عام لكن هل تم بالفعل أو على الأقل تم البدء في حصر وتقييم حجم الأضرار التي لاحقت بالمخيم حتى يتم بالتالي لاحقا معرفة حجم الاحتياجات التي يريدها المخيم وأهل المخيم هذا عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروة باعتبار أن مخيم ومخيم لاجئين يخضى لرعاية الأنوروة وبالتالي الأنوروة بدأت في حصر الأضرار وبدأت في تسجيل الاحتياجات بناء على تعليمات الشيخ محمد بن زايد لوزارة الخارجية الإماراتية سيتم تأمين كل ما تحتاجه الأنوروة من أجل عادة الحياة إلى هذا المخيم ماذا عن الحكومة الفلسطينية هل لها دور أيضا في هذا الجانب خصوصا وأنها تكلمت من جانبها عن آلية أو تشكيل لجنة لحصر الأضرار وللاستجابة الشاملة في المخيم يعني لا شك أن الحكومة الفلسطينية واجبها هذا ليس مننا من أحد واجب الحكومة الفلسطينية أن تقف إلى جانب المخيم وإلى جانب جنين أيضا لأنه الدمار ليس فقط في المخيم الدمار أيضا في مناطق كثيرة في مدينة جنين أو محافظة جنين وبالتالي هذا واجب للسلطة أن تقدم كل ما تستطيع ولكن كلنا نعرف أن إمكانيات السلطة محدودة سواء كانت المادية أو غيرها شكرا لك من غزة دكتور سوفيان أبو زايد الوزير الفلسطيني الأسبق يواصل هانبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إضرابه عن الطعام داخل السجون اللبنانية التي يقبع فيها دون توجيه تهم إليه ويعاني هانبال من تدهور في صحته الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى عدة مرات لا محكوم ولا متهم مع ذلك يقبع في السجون اللبنانية منذ ثمان سنوات هانبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خطف من دمشق عام 2015 ونقل إلى سجون لبنان من وقتها أضرب عن الطعام منذ شهر وحالته الصحية متقلبة متل ما حسنته من الأطبط أنا إذا بدون يعطوه أدوية معينة ما بتتلاقم مع توقفه عن الطعام يعني من دون طعام هذه الأدوية بتسبب له فشل بالكلاوي بعملية الكلاوي فكرمال هيك أكيد يحبث أنه يوقف الأضرب عن الطعام ويتابع حياته بشكل طبيعي ولكن أيضاً قرار هو تراد شخصي أحده ما تجد الظلم اللي لاحق فيه لا أحد من اللبنانيين يعرف عن التوقيف شيئاً كل ما يعرفونه أن قضية هانبال القذافي مرتبطة بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978 يومها كان هانبال طفلاً رضيعاً لا يعرف الصدر ولا يعرف لبنان أصلاً هو تدخل في الجرم في الخطف اللاحق المستمر هو كتم المعلومات هو هدد القضاء اللبناني وحكم عليه بحكم مبرم يجرم القانون اللبناني كما أي قانون في العالم كتم المعلومات لكن عقوبة ذلك انثبتت ثلاث سنوات كحد الأقصى إذا بدون يحكموا بالتهم الوجهة لإلوه اللي كتم معلومات واللي ما إلى أساس الصبي يعرفش بكل الموضوع أصلاً وكل الناس تعري ما كان يدخل بالسياسي يعني هو الوحيد يمكن بأولاد الرئيس الليبي اللي ما كان يدخل بالسياسي إذا بدون يحكموا بهذا الملف بيحكموا ثلاث سنين إلو ثمان سنين موقف بأي حق اعتقال غير شرعي تشبيح ضغط على القضاء وهذا أمر يجب أن يعالج ضغوط على القضاء إذن يمارس بعض السياسيين وضغوط على السياسيين يطالب الحقوقيون لكي يكفوا يدهم عن التدخل بالقضاء شو ما عاند الرئيس بره شو ما تدخل شو ما حال تقلق بالقضاء بتنحان إذا صار في تحشى قوية قضائيا لأنه مش كل القضاء ملكه ولا كل القضاء برهن إشارته وحتى يتم ذلك يبقى اعتقال هني بعل تعسفيا كما يقول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أي شخص يوقف عند الأجهزة الأمنية أو يوقف القضاء ويبقى سبع سنين أو ثم سنين أو ست سنين أو خمس سنين بدون إجراءات محاكمة مثلا لو في جلسات محاكمة عم بالطول منقول هيدا يعتبر اعتقال تعسفيا احتجز هني بعل ولا يزال لم تشفع له هذه اللافتة التي يرفعها قصر العدل ولو أدين ابن الخمس وأربعين عاما بإخفاء معلومات عن جريمة حصلت يوم كان طفل السنتين فأقصى حكم هو ثلاث سنوات في قانون لبنان أما احتجازه لثمان سنوات قابلة للتمديد فبقانون من يسأل كثيرون هل هو معتقل سجين موقوف أم حكوم يسأل كثيرون عن توصيف لحالة هني بعل القذافي في السجون اللبنانية الغريب هو أنه لم يتهم بشيء ولم يحاكم على شيء ولا علاقة له بملف بالإمام الصدر والأكثر غربة من ذلك أن مسؤولين الليبيين كانوا في الحكم وقتها وعلى تماثم مع القضية وزارة لبنان أكثر من مرة دون أن يتعرضوا لأي نوع من المسارة ليلة خليل الغد بيروت ينضم إلينا ضيفانا من بيروت عبد الحكيم معتوق الكاتب والباحث السياسي الليبي ومن بيروت أيضا ديالة شحادي المحامية والحقوقية اللبنانية أهلا بكم معنا على شاشة الغد أبدأ معك سيد عبد الحكيم معتوق وجود هانيبال القذافي في لبنان من دون اتهام من دون محاكمة ثمان السنوات كيف يمكن توصيف ذلك؟ مرحبا أخي نبيل لك أولي ضيفتنا الكريمة أستاذ ديالة والحقيقة كنت تحدثتني والأستاذ ديالة تحت الهوى عن مسألة الاختطاف نحن تجاوزنا أن هناك جرم قبل أن يكيف موضوع هانيبال القضائيين المرتبط الشرطيين باختفاء الإمام مصصد نبيل أنت تتحدث عن شاب منح حق النجو السياسي في دولة ذات سيادة وهي جمهورية العربية السورية ثم اختطف من هناك وأشبع ضربا ومرر عبر مسالك صعبة في طرق وعرة ومظلمة فبالتالي حتى من ناحية الإنسانية قبل أن يصبح الموضوع قضائيا لماذا تجاوزنا جريمة الاختطاف ومن الذي اختطفه وكيف اختطف وأين هو موقف الحكومة السورية ولماذا لم تضغط طيلة هذه السنوات لسيما وأن الشاب كان يتمتع بحق النجو السياسي وهو ابن زعيم سابق ثم انتقلنا إلى مسألة القضاء اليوم تمانية سنوات مثل ما تفضلتم في تقريركم يعني حتى إذا سلمنا جدا بأن تمت محكمية حول ما زعمة بأنه يخفي معلومات أو أنه عزر القضاء وهي تهم كيدية وحقيقة تكاد تكون تقترب من السخيفة إذا جاز التعبير لأن واضح أن هناك تكييف سياسي لكن نبيل لك ولضيفتك وللمشاهدين الكرام دعني أفتح قوز علينا أن نتجاوز مسألة أن لبنان يشهد اضطرابا كبيرا على كل المستويات يعني قضية هنبال طبعا من الناحية الإنسانية وأنا كمواطن ليبي وكصحفي ليبي يجب أن نتعاطف معه بغض النظر عن ما يحدث في ليبيا من انقسام سياسي ومن ربما يعني إسقطات هنا وهناك لكن في لبنان نبيل تمت قضايا أكبر أنت ربما تتابع قضية المرفأ التي راح ضحيتها كثير من الأبرياء قضية أموال المدعين كل هذه القضاء لم يحسن فيها يعني والناس تموج هنا ويعيشون في وضع إنساني يعني صعب جدا فبالتالي لكن هنا ربما دعني في نقطة أخيرة نبيل أن أحدد مسارات يعني عندما أتحدث قبل مسألة القضاء عن الاختطاف علينا أن نركز على هذا الجانب ثم نذهب إلى القضاء هذا مسار سياسيا حقيقة لا يوجد هناك أي تواصل سياسي هناك محاولات أنا تابعتها خجولة جدا لم تصل إلى ما هو مطلوب أمنيا تتعرف أمنيا الذي يتحكم في الملف هو حركة أمل في شخص زعيمها نبيه بري ولا يمكن ولا يجرؤ أي أحد أي أحد أن يقتر من هذا الملف دون التنسيق معه أو معرفة رأيه فيه نعم دبلوماسيا حقيقة هذه مشكلة حقيقة نبيل لأن نحن لدينا سفارة للجمهورية لبنان في ليبيا وليبيا لا توجد لديها سفارة في لبنان على الرغم من أن أنت تعرف في العلاقات الدولية عادة الرعاية الدول ويعني إذا سلمنا بأن هنبال أحد هؤلاء الرعاية يتكئون على شيئين مهمين أو على قاعدتين أساسيتين وهما التمثيل الدبلوماسي وحجم الاستثمارات نبيل لا يوجد لديك بحثة دبلوماسية لأن السلطات اللبنانية طردت السفير والبعث الدبلوماسية منذ أكثر من ربع قرن بينما السفير اللبناني والبعث اللبناني يتمتعون بكل صلاحياتهم وهذا لا يتعارض مع اتفاقية فينا المتعلقة فيما يتعلق بالجانب القضائي ثم لديك أصول نعم فيما يتعلق بالجانب القضائي لو سمعت لي سيد معتوق معنا لسيدة ديالة شحادة وهي محامية وحقوقية لبنانية سيدة شحادة إن كان هنبال القذافي متهم بكتم معلومات فيما يتعلق بقضية اختفاء موسى الصدر على أي أساس بنيت هذه الاتهامات إن كان هنبال عندما اختفى الصدر لم يتجاوز عمره السنتين أو الثلاث سنوات ولا يعرف موسى الصدر ولا يعرف لبنان أصلا وقتها طالما أن التحقيقات لم تزل حتى الآن في مرحلة أو الملف لم يزل في مرحلة التحقيق فإن زميع المعلومات المتعلقة بهذا الملف لم يتم نشرها أو حتى التسريبات التي نقلها الأعلام لم تتضمن معلومات عن أدلة توفرت للقضاء أو الدولة اللبنانية حول ارتكابات مفترضة لهنبال القذافي فيما يتعلق بجريمة الإخفاء القصري المحتمل أو القتل المحتمل للإمام موسى الصدر وبالتالي لا يوجد معلومات لا خاصة ولا علنية في هذا الموضوع غير أن سريتها يعاقب على فتحها بموجب القوانين اللبنانية وتحديدا قانون العقوبات ولكن من دون شك فإن الإدعاء معلني لأن الإدعاء ليس من المسائل السرية في مرحلة المراحل الأولية من الإجراءات القضائية الإدعاء تناول مسألتين مسألة التدخل في جرم الخطف المستمر أو الإخفاء القصري المستمر للمن الصدر ومسألة كتم معلومات من دون أن يتم نشر كما ذكرت أي تفاصيل حول أدلة توفرت للقضاء لكن ما الدور عندما نقول كتم معلومات سيدة ديالي عندما نتحدث عن كتم معلومات ما الدور الذي يعتقد الطرف اللبناني بأن هنبال قذافي لعبه في هذه القضية بأي منطق هنا نسأل لا يمكن لنا هنا سوى أن نفترض أن كتم المعلومات هي بأن في حوزة معمر القذافي معلومات حول مصير الإمام الصدر وهو يكتمها عن القضاء اللبناني ولكن كما ذكرتم في تقريركم في هذه الحلقة فإن جرم كتم المعلومات سواء كانت تتعلق بجرائم من نوع الجناية أو من نوع الجنحة لا تزيد عقوبتها عن الثلاث سنوات السجنية والتي هي أيضا عن الثلاث سنوات والتي هي أيضا بحسب الفترات السجنية يعني نحو سنتين ونصف السنة فيبقى أن التوقيف الاحتياطي لمعمر القذافي في مبرره القانوني الوحيد هو الإدعاء عليه بجرم التدخل في جناية القتل ولكن حتى التدخل في جناية القتل يجب أن يكون تدخلاً أساس أو في جناية القتل أو الإخفاء القصري أو الخطف المستمر ولكن حتى هذا التدخل من أجل أن يكون مبرر التوقيف الاحتياطي الذي تجاوز ثماني سنوات أي ما يعادل عشر سنوات السجنية بحسب احتساب الفترة السجنية في لبنان فهنا يجب أن يكون هذا التدخل أساسياً ومن دونه ما كان يمكن للجريمة أن تتم وأن تستمر ولسنا ندري حتى الآن كرأي عام لبناني أو عربي أي أدلة متوفرة للقضاء في هذا الصدد سيد معتوق منذ 1978 العام الذي اقتفى فيه موسى صدر ولغاية 2011 كانت هناك شخصيات ليبية قد تكون مرتبطة بهذه القضية تتردد على لبنان لم يتم توقيفها بل ربما على العكس سماماً كان يتم استقبالها نتحدث عن شخصيات مثل عبدالله حجازي عبدالسلام جلود أحمد قذافي الدم وغيرهم في حين يتم توقيف هانيبال القذافي الذي مثل ما قلنا كان طفلاً صغيراً جداً وقتها كيف ترى ذلك؟ ما معنى هذا الأمر؟ بالعكسه حتى هانيبال شخصياً تعرف أنه متزوج من سيدة لبنانية من الطائفة المسيحية الكريمة كان يتردد وأنا أعرف هذا جيد وكان يستقبل استقبالاً كبيراً في مطار رفيق الحريري ويسكن في فندق فنيسيا ولم يقترب منه واحد والشخصيات التي ذكرتها للأسف أن حتى الشخصيات التي استعرضتها أستاذ دبيل مثل عبدالله حجازي ومثل عبدالسلام جلود ومثل موسى كوسا أيضاً رئيس جهاز المخابرات الليبيس كلهم كانوا يأتي إلى لبنان وكانوا يستقبل وكانوا يزوروا في شخصيات لبنانية هذه شخصيات فضلاً عن كونها كانت تأتي السلطات اللبنانية ممثلة في التنائي الشيء هنا بين مزدوجين حزب الله وحركة عمله وحتى الأمن العام اللبناني يعرفون جيداً أنهم وثقي الصلة بملف اختفال إمام موسى الصدر هذا هو الغريب مثلاً عبدالله حجازي كان في مراحل الثورة الليبية مسؤولاً عن القيادة القومية وكان هو الذي يدعم حركات التحرر وكان يوصل السلاح والمال لكل الفصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية على حد سواء وهذه شهادات موثقة موسى كوسا هو الآخر كان يدعم التنظيمات اللبنانية عبدالسلام جلود كان مسؤولاً في مراحل عن ما يعرف أو كان ما يسمى بحركة اللجانة التورية وكان أيضاً يتردد باستمرار على سوريا ولبنان وكان يقيم لفترات طويلة في التمانينات وحتى التسعينات فالغريب يعني ربما هذا نبيل مرده لأنه تمت استغلال لهشاشة الوضع السياسي وغياب الدولة الليبية مثل ما حكيت لك والانقسام الحاصل كنت أشرت في الجزء الأول من حديثي أنه عندما يكون هناك رعاية تكيؤون على بحث الدولة الوسية أنت نبيل لديك أصول بملياري دولار في لبنان يعني أصول ووديع فكيف لمواطن هنبال أو نبيل أو عبد الحكيم أن حتى يتم إزعاجه مش اعتقالها ثمانية سنة هذا يعكس بجلاء بأنه ليس تم تحترام للحالة الليبية القلقة القائمة الآن والشخص التي تتصدر المشهد لكن إذا أرادوا هم حتى المحقق العدل حسن الشامي في فترة من الفترات ذهب إلى موريتانيا واستجوب مدير مخابرات الليبين الأسبق عبدالله سنوسي وأنا كنت شاهد نبيل على مجيء حتى قاضي التمييز عدنان عدوم وعلى وزير الخارجية الأسبق في فترة المجلس الانتقالي من الصعب جديد والراحل محمود جبريل وفتشوا حقيقة واستجوبوا وذهبوا إلى المقابر وذهبوا إلى دور الموتى وذهبوا إلى كل مكان إذن لم يتحصلوا على أي دليل على أن موسى الصدر ورافقيه موجداء سواء كان على قيد الحياة أو توفوه فبالتالي ما هو الجرم وما هي علاقة هنبال وعيد أو كرر وربما تتضامن معي سيدة ديالة أنها بالأساس قضية إنسانية وهو نصفه الآخر لبناني حتى من ناحية الاجتماعية ولديه أبناء منه حتى من زيارة أقاربهم هنا فمسألة كيدية بحت مسألة كيدية ولكن حتى نعم تقول المسألة كيدية ولكن أسأل هنا سيدة ديالة شحادة حتى وإن كان هنبال القذافي متهم بكتم معلومات لماذا لم تتم حاكمته لغاية الآن يعني بأي حق وبأي حجة يحرم القضاء اللبناني متهم مثل هنبال القذافي من حقه الطبيعي والقانوني في المحاكمة ليس هناك مهل قانونية منصوص عنها في القوانين اللبنانية من أجل أن يصدر قاضي التحقيق أو المحاقق العدل في هذه القضية قراره الاتهامي من أجل أن يتم نقل الملف من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة ونطق بالحكم وتنفيذه وهذه الثغرة في القوانين اللبنانية وفي قوانين نظم قضائيا أخرى نعم لكن هناك من يتحدث هناك من يتحدث لو سمحت لي سيدة ديالة هناك من يتحدث عن وجود ضغوط على القضاء اللبناني بشأن قضية هنبال القذافي محاميته قالت بنفسها بأن موكلها هو رهينة سياسية لأغراض غير معلنة من يضغط على القضاء اللبناني في هذه القضية سياسيا؟ من يحكم لبنان هو الذي يضغط على القضاء وعلى القضاء في مراكز سيادية هذا من يحكم لبنان هم الذين عينوا القضاء يعني الحكومة والأحزاب الحاكمة الأساسية في لبنان هم الذين عينوا القضاء في المناصب العليا في التشكيلات القضائية الأخيرة وهم الذين يوافقون عبر وزارة العدل على من يسمى كمحقق عدلي في ملفات خطيرة من هذا النوع فهؤلاء الحكام الذين هم أيضا عدد منهم هم فرون من واجه القضاء اللبناني وفي حق عدد منهم وزيرين ونائبين مذكرات توقيف سارية وغير منفذة عن بعض القضاء اللبناني هم أيضا من يتحكمون ببعض هؤلاء القضاء ويؤثرون عليهم بحسب أهواهم وأزنداتهم السياسية شكرا لكم من بيروت عبد الحكيم معتوق الكاتب والباحث السياسي الليبي وادي الأشحادة المحامية والحقوقية اللبنانية حصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد تتابعونا بعد الفاصل أوكرانيا تدعو إلى إجراءات فورية في مواجهة الأخطار المحيطة بمحطة زبهوريجيا النبوية أهلا بكم من جديد في الحصاد من قناة الغد هذا تذكير بأهم العنوية خبيرتان أمميتان تقولان أن العملية الإسرائيلية في جنين قد ترقى إلى جريمة حرب تدهور الحالة الصحية لهانبال قفا في نجل سعيم الليبي الراحل مع استمرار إضرابه عن الطعام في سجون لبنان مصادر تكشف للغد انضمام أكثر من أربعين ألف متطوع لمعسكرات تدريب الجيش السوداني أفادت بل أفاد مصدر عسكري سوداني للغد بأن قوات الجيش صدت هجوما لقوات الدعم السريع على مقر سلاح المدرعات جنوبية الخرطوم وأوضح المصدر أن الجيش دمر عربتين قتاليتين وخلف عشرين قتيلا في صفوف قوات الدعم بينما أفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع أعادت تمركزها في جنوب الخرطوم وفي منطقة شرق النيلة هذا وأظهرت لقطات مصورة حجم الدمار الناجم عن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان خلال الساعات الماضية في الأثناء كشفت مصادر للغد عن انضمام ما يزيد عن أربعين ألف متطوع إلى معسكرات التدريب والوحدات العسكرية بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات وحسب المصادر شملت قوائم المتطوعين عددا من قدام المحاربين مشيرة إلى أنهم استلموا أسلحتهم ويخضعون لتدريب مكثف وقصير تمهيدا لتوزيعهم فيما بعد ينضم إلينا من القاهرة اللواء بابكر إبراهيم الخبير العسكري السوداني أهلا بك معنا على الشاشة الغد سيد إبراهيم أولا ما أسباب فتح الجيش السوداني باب التطوع في هذه المرحلة السلام عليكم ولمشاهدينك كما تعلم أن أهم مواصفات الجيوش وقوتها تغاس بحجم الإحطيات لتلك الجيوش الآن الخرطوم تتعرض لمعركة شرسة مفصلية لذلك من حق الغايدة العام للقوات المسلحة أن يستدعي قوات الإحطيات متى ما رأى ذلك في الحقيقة كان هناك تباين بين موظف قوات الإحطيات والغايدة العام وهذا الإحطيات ترى أنها كان من الواجب أن تستدعى من أول يوم في الغتال بينما رأى قايدة الجيش أن يتريس ودعاها في الوقت الذي يراه مناسب الآن هذه عملية طبيعية نعم ولكن لا يتناقض هذا إلى حد ما مع الصورة أو الرواية التي يقدمها الجيش بخصوص تقدمه وإنجازاته في الميدان على حساب الدعم السريع أن يفتح باب التطوع الآن وأن يخضع المتطوعين لتدريبات مكثفة وقصيرة هذا يعني بأنه يريد توجيههم إلى الجبهات في أسرع وقت ممكن ماذا يعني ذلك مثل تقديرك؟ أبداً إذا كان يريد أن يرسلهم لجبهات أرسل إليهم منذ القتال لكن واضح أن الغوات المسلحة ترى أن الواجب سوف يناطل تلك الغوات أن الجيش رأى أن المعركة في نهايتها وقد بشر المواطنين بغرب تحرير مدينة أمدرمان لذلك أن الغوات المسلحة تريد إعادة التموضع وتدعم منطقة بحري ثم الخرطوم ثم تنتقل إلى منطقة دارفور عندما تحرر الغوات المسلحة مدينة ما فإنها تتركها لغوات الإحتياط للتأمين والدفاع عن المواطنين وهذا هو أغرب دور الغوات الشرطية وربما تكون الغوات الشرطية مساهمة معهم في هذا الفترة من الحرب انصحت الأنباء بأن هناك أكثر من أربعين أربعين ألف متطوع قد استجاب لدعوة الجيش كيف ترى هذا العدد الكبير خصوصا وأن الكثير من الأطياف اللي لم تكن كلها في السودان كانت تدعو طرفي القتال الجيش على حد السواء مع الدعم السريع إلى وقف ما تسميها بالحرب العبثية كيف يمكن بعد ذلك إذن أن نفهم هذه الاستجابة الكبيرة للانضمام إلى صفوص طرف على حساب طرف آخر أولا لمعلومية المشاهدة قوة الاحتياط للجيش السوداني من غدماء المحاربين والقوات المسلحة الأخرى بالإضافة للدفاع الشعبي والقوات المجاهدين بالإضافة للقوات من الطلبة عزة السودان الذين تلقوا دورات متقدمة يقدر بحوالي نصف مليون بالإضافة إلى قوات الخدمة الإسلامية من الطلبة الذين تلقوا تدريب أولي لمدة شهرين على الأسلحة الخفيفة يعادل نصف مليون آخر إذن قوات الاحتياط تقدر بحوالي مليون نصفها قاد حروب وله خبرة عالية كونه استجابة 40 ألف هذا رغم بسيط جدا بالنسبة لقوات الاحتياط لقوات الخاصة بالجيش السوداني أنا أعتقد أن الأربعين في المئة هي الغوات التي دخلت الخدمة لكن في اعتقادي أن المهمة التي أكلت لهذه الغوات ربما تحتاج إلى مئة ألف والسابيع الجاية سوف يرتفع عدد إلى مئة ألف ويقوم بدور التأمين للأماكن التي تم تحريرها بكل سهولة طيب هذه الأعداد الكبيرة التي تقدر بالألاف التي إما انضمت الآن أو قد تنضم لاحقا إلى صفوف الجيش هذه كيف يمكن التدقيق في خلفياتها التمييز بينها وبين من فعلا يريد التطوع إلى جانب الجيش ومن قد يكون مندسا فيه نعم بالرغم أنها قوات كانت تدبع للغوات المسلحة والغوات النظامية وهذا يعني أنها من ناحية أمنية غير مشكوك فيها لكن مزألة الكفاءة والعمر فبالتأكيد هذه الغوات كل من يقدم سوف يخضع للكشف الطبي واللياغة والعمر وكما قلت الكشف الأمني ليس كل من يقدم سوف يستوعب بالتأكيد هناك عملية بتاعة التنغية لتلك الغوات لكن باب التطوع مفتوح للجميع أنت تشير إلى فئات الاحتياط لكن بشكل عام هذه الدعوة التي أطلقت من الجيش هل هي لجميع السودانيين أم هناك أصناف محددة تستهدفها بالتأكيد هي موجهة لغوة الاحتياط لكن هناك أفراد مدنيين لديهم أسلحة خاصة ويجيدون استعمال السلاح هذا أيضا خاضع للتقييم الجيش لهذا الفرد لكن بالضرورة العدد المطلوب بالنسبة للعدد المتواجد من قوة الاحتياط الجيش لا يريد أكثر من 10% من قوة الاحتياط لذلك سوف يركز على العمر وعلى الكفاءة الغتالية طيب وكا خبير عسكري سيد إبراهيم بالتفوق العددي هل بإمكان الجيش أن يحسم المعركة أن يهزم قوات الدعم السريع بالنسبة لحسم المعركة أنا أحيلك للتغرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية أمس الذي قال بكل وضوح أن الدعم السريع قد خسر المعركة بتكلفة بائزة فقد خسر قوته العسكرية والاقتصادية والسياسية وأن الجيش تبشر بأن فترة التحرير الكامل سوف يزوفها للمواطنين احتبارا من غضي في منطقة مدرمان كما أن المتحدث الرسمي باسم الدعم السريع ذكر بكل وضوح أن قوات الدعم السريع تمر بفترة دفاع وليس قادر للهجوم المشاهدين على الأرض يرون أن الآليات الخاصة بالدعم السريع لم تعد تشاهد وأن الدعم السريع تنقل بالموتر ساكل والعربات المدنية وحتى عربات التوكتوك وهذا يدل على أن البيان الذي أصدره الجيش أنه دمر 95% من آليات العدو وحوالي أكثر من 80% من غوى البشرية صحيح فإن الحرب قد حسب هذه التقارير السلاسة والابتهاج الذي ترونه في الشاشات من أفراد الشعب فإني أقدر أن الحرب قد انتهت وأن ما بشر به الجيش وهو عادة شحيح في إصدار البيانات فقد أصدروا بيانات أنهم سوف يعيدوا التموقع من منطقة الخرطوم لمنطقة بحري ثم الخرطوم ثم بعد ذلك يتوجهون إلى منطقة دارفور كل ذلك يدل أن المعركة في نهاياتها وأن الدعم السريع كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية قد فقدت معركة الخرطوم بخسائر فادحة شكرا لك من القاهرة اللواء أبا بكر إبراهيم الخبير العسكري السوداني قالت الوكالية للطاقة الذرية إن خبراءها الموجودين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم يلحظوا بعد أي إشارات على وجود ألغام أو متفجرات بالمحطة الخاضعة لسيطارة روسيا يأتي هذا وسط دعوة أوكرانية للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الأخطار المحدقة بالمحطة التي تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالتحضير لعمل استفزازي فيها من جديد تعود إلى الواجهة تحذيرات من وقوع كارثة نووية في محطة زابوريجيا فأوكرانيا دعت إلى إجراءات فورية ترمي لمواجهة الأخطار في تلك المحطة أما الكريملين فقد حذر هو الآخر من عمل تخريبي أوكراني محتمل تكون تداعياته كارثية في محطة زابوريجيا ودعا لاتخاذ كل الإجراءات لمكافحة هذا التهديد ومع تلك التطورات أعرب سكان زابوريجيا عن مخاوفهم من أي تطور قد يؤدي إلى كارثة نووية بالمنطقة أتابع الأخبار وبالطبع آمل أن تصبح الأمور على ما يرام الطاقة النووية ليست مزحة حدث هذا من قبل إنه شيء مرعب من الأساس نأمل أن لا يحدث شيء خطير نتابع عن كثب مثل الجميع التطورات في زابوريجيا أنا شخصيا لا أعتقد أنهم سيفجرونها وحتى إن حدث ذلك وفجروها سيكون عملا إرهابيا هدفه تخويف الناس لا أعتقد حدوث تصرب إشعاعي أو أي شيء يمكن أن يؤثر علينا وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق لضمان أن تكون منطقة المحطة النووية منزوعة السلاح بالإضافة إلى التقليل من مخاطر وقوع حوادث نووية محتملة فيها وزار المدير العام للوكالة الذرية رفايل جروسي المحطة عدة مرات منذ استلاء روسيا عليها لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق للحفاظ على سلامة المحطة من القصف وبالرغم من تأكيد جروسي أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زاباروجيا الكهر ذرية يتواصل تراشق الاتهامات بين موسكو وكيف بالتخطيط لتفجير بمحطة زاباروجيا حيث يوجه كل طرف أصابع الاتهام للطرف الآخر باستمرار بقصف مناطق محيطة بالمحطة والمخاطرة بإحداث كارثة نووية كبرى وسيطر الجيش الروسي على المحطة في الرابع من مارس بالعام الماضي وقد استهدفت بالنيران وانقطعت عن شبكة الكهرباء مرات عدة وبحسب كييف وضعت روسيا قوات وأسلحة في محيطها ينضم إلينا من القاهرة الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا أهلا بك معنا على شاشة الغد دكتور عبد النبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد لغاية الآن وجود أي مخطط أو خطر يحدق بمحطة زاباروجيا النووية بالتالي هذه التحذيرات الأوكرانية والمخاوف الأوكرانية المتكررة على أي أساس بالضبط تأتي طيب يعني هو الأول إحنا الوضع في أوكرانيا في حالة حرب يعني وأثناء الحروب بتبقى فيه ما يسمى بالبروباجندا البروباجندا بتقوم بيها إما أوكرانيا إما بتقوم بيها روسيا الدولتين اللي هم داخلين في الحرب يعني فمحطة زاباروجيا المحطة دي أصلا أوكرانية صناعة روسية فيها ست مفاعلات المفاعل ألف ميجاوات روسيا خلال الحرب قدرت أن هي الموقع بتاع المحطة يبقى تحت ساتره للقوات الروسية طيب المحطة طبعا هي بالشغالة الدولتين طيب المحطة بالشغالة اين الخطورة اللي فيها هي لما تكون المحطة شغالة بالترك 텐ة وتوقفة عن العمل طيب لما تكون شغالة اللي يحصل لما تكون شغالة ويحصل إن مية التبريد في الدائرة الابتدائية للمفاعل تتمنع. يعني ما بقاش فيه تبريد للوقود. هيحصل حاجة اسمها انسهار للوقود. والانسهار هذا حصل في حدسة أو كارسة تشارنبيل وكارسة فوكوشيما. يحصل انسهار للوقود. لكن المفاعل نفسه النووي لا ينفجر. لا يحصل انفجار في المفاعل النووي. لكن الانفجار يأتي منين؟ انفجار يأتي أن ما يحصل انسهار للوقود النووي للقلب المفاعل. تبقى درجة الحرارة أعلى من ألف درجة مقوية. فتنفصل زرات المياه التي كانت تبرد الوقود. ويتكون فقاعة للهيدروجين. فقاعة الهيدروجين لما تلامس الهواء الأكسجين تنفجر. وده اللي حصل في تشارنبيل. الانفجار في تشارنبيل كالنتيجة لانفجار الهيدروجين. وفي كوشيما نفس الشيء. وهل هذا وارد في محطة زابوريجيا؟ دكتور عبد النبي. هل هذا وارد في زابوريجيا؟ نعم. هل هذا وارد هذا السيناري وارد في زابوريجيا؟ لا. دلات المحطة متوقفة. وبالتالي الوقود هادي. يعني ما فيش تفاعل متسلسل أو انشطار متسلسل للوقود النووي. وبالتالي المحطة متوقفة. طب ايه بقى الخطورة؟ الخطورة أن يحصل قذيفة أو صاروخ أو أين كان تدمر تدخل الموقع وتدمر أجزاء من المحط. أو تدمر مفاعل من المفاعلات. شدة الانفجار بيعتمد على شدة الانفجار. شدة الانفجار هيولد ضغط عالي جدا. هيخلي المواد المشاعة تنتشر في الجو. هو هنا الخطورة. طيب المواد المشاعة الموجودة في المحطة عبارة عن عبارة عن الوقود النووي الموجود في كل مفاعل. وده في حدود حوالي 90 تن. يعني كل مفاعل من المفاعلات الستة الموجودين. المفاعل نفسه جواه فيه واخود نووي. لأنه لغاية المفاعلات توقفت عن العمل. لكن المفاعلات لم يعني يفضوها من الوقود النووي. طيب. دكتور عبد النبي. لو افترضنا السيناريو الأسوأ في حال تعرضت هذه المفاعلات أو المحطة بشكل عام للانفجار. كيف سوف نرى أثار هذا الانفجار على الأرض؟ وإلى أين يصل مدها؟ الانفجار من القنابل عندنا عندنا منطقتين خطرتين. المفاعلات نفسها وجواها وقود نووي. ثم فيه أحواض من الميا زي حواض الميا كبير بيتحط فيه الوقود المستنفذ. الوقود اللي كان شغال في المحطة النووية بيحطوه في قلب أحواض ميا لمدة حوالي عشر سنين. يبقى أنا عندي موقعين. موقع فيه أحواض للوقود المحترق اللي هو المستنفذ يعني. والوقود اللي هو المحطة النووية. لو تعرضوا دولت إلى انفجارات قنابل شديدة حتى تطاير المواد المشاعة في الجو. حسب شدة القنبلة. وحسب كمان شدة اتجاه الريح. هيروح فين المواد المشاعة تروح فين يعتمد على شدة الانفجار عشان تتطاير في الجو. يحصل أن المواد المشاعة تتطاير في الجو. ثم اتجاه الريح وشدته هيروح فين غرب ولا شرق ولا شمال هيروح فين المواد التقيلة بتقع جوه الموقع. المواد المشاعة التقيلة بتستمر في دخل الموقع. بتتساقط في الموقع. لكن المواد الخفيفة هي دي الخوف منها. يعني زال السيرينشيام واليود والحاجات دي والسيزيام والحاجات دي كلها دي بتنتشر في الجو. والغازات برضو نفس الشيء. فالخوف من انتشار المواد المشاعة في الجو هتقدي إلى تلوث البيعة المحيطة. واعتمد على شدة واتجاه الريح. فالخوف من سقوط قنابل على المحطة. المحطة النهاردة جير مؤمنة. المحطة في حوزة القوات الروسية. القوات الروسية مطلوب منها. أنا رأيي الشخصي أن تأمين الموقع. كيف نعمل الموقع؟. أولا المواد المشاعة التي هي داخل الموقع. المواد النهوية. سواء مواد صلبة أو مواد سائلة أو مواد غازية. يتم نقالها خارج الموقع. تذهب في أماكن آمنة. يعني الوقود النهوية التي تقوى المفاعلات يطلعون من المفاعل وينقلون من المفاعلات. والوقود المحترق التي موجود فيه الأحواض الميا برضو نفس الشيء يتنقل. الميا هذه نفسها ميا ملووسة. المفروض الميا في الأحواض والميا التي تدخل قلب المفاعل برضو المفروض تتخزن في خزنات وتتنقل بعيد عن الموقع في مناطق أمينة بعيد عن الحرب. نعم دكتور. دي المفروض مطلوب من الجانب الروسي لأن الجانب الروسي هو النهاردة مساعدة على المحطة. نعم. فهو في إيديه الأمن والأمان بتاع المحطة. شكرا شكرا لك من القاهرة الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة المحطات النبوية سابقا. ختام حصاد اليوم من قناة الغد تذكير بأهم العنوين. خبيرتان أمميتان تقولان إن العملية الإسرائيلية في جنين قد ترقى إلى جريمة حرب. تدهور الحالة الصحية لهانبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل مع استمرار إضرابه عن الطعام في سجون لبنان. مصادر تكشف للغد انضمام أكثر من أربعين ألف متطوع لمعسكرات تدريب الجيش السوداني. بدا انتهى الحصاد من قناة الغد. شكرا على كرم متابعتنا في أمان الله.